بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة دي تعتبر الجزء الثاني الخاصة بتغيير مويترداتير او غسيل دورة التبريد الحلقة دي خاصة بتركيب الترمستات حلقة دي حتتعرف ازاي تركيب الترمستات صح حتتعرف الفرق ما بين الجوان او الحشوة الاصلية او التقليد الفرق بينهم الحلقة دي ان شاء الله هتكلم بوضع عملي حبعد عن مثاليات هل انت فعلا محتاج تركيب ترمستات او ترمستات الكوع او بالف الحرارة ولا لا لو انت السيارة بتاعتك موديل حديث كلمة موديل حديث يعني ليست سنة الصونة بل سنة التصميم يعني فيه سيارات متصممة سنة الفين وبيتم انتاج لغاية الفين وعشرين دي اسمها موديل قديم موديل حديث يعني تصممها حديث تصممة الحديثة ما بينفعش اصلا يتشال منها الترمستات او بالف الحرارة لان بتعملك تشيك انجين وبتدخل في مشاكل تاني ابتكلم على وقت المتوسطة العادية خالص لو انت المشاوير بتاعتك كلها داخل المدينة انت ما بتهتمش قوي بدورة التبريد بتحط مية عادية او مية مقطرة مية التبريد بتقل وتزود لها مية عادية يبقى سيارتك كده ما لكش دعوة بالترمستات وما تركبهاش قول واحد كده لان هتحطها المحرك هيسخن هعملك حشوة محرك او جوان وش السيلندر هيبوز عندك انت بقى مشاورك صفر طويل الدورة عندك مزبوطة ما بتزودش مية بتحط مية خضرة كلمة مية خضرة او مية حمرة مقصود بيها مش اي مية المية الماركة مزبوطة مكتوب على نسبة التركيز والنسبة هنا مفوض ما تقلش عن تلاتة او تلاتين في المية بيبقى سيارتك هنا لازم تحط الترمستات هنشوف مع بعض بقى هنا الجزء العملي الخاص بفكرة او اسلوب التركيب الصح للترمستات نشوف مع بعض ادي الترمستات الخاصة بالكوع او البالف الحرارة طبعا شايفينه مكتوب هنا اتنين وتمانين يعني بيشتغل عند اتنين وتمانين يعني البالف ده بيتفتع عند اتنين وتمانين درجة من قوي اقال من كده بيبقى مقفول الفكرة بتاعته ان البالف ده اللونه اسود ده لما بيسخن بينزل لتحت لما بينزل لتحت البالف التاني بيقفل يعني الوضع بتاعه طبعا ده رسم تخطيطي بسيط المحرك رأس المحرك من فوق ده الجزء بتاع الترمستات الكوعة او البالف الحرارة في المنطقة دي كده نو بيقى راكب كده طبعا ممكن المحرك هنا بارد ما وصلش للاتنين وتمانين البالف ده هيبقى مقفول والبالف اللي تحت مفتوح فتفضل المية من جوه تمشي من هنا كده كده تروح لطلبة المية ترجع تاني للمحرك في دايرة مقفولة المية اللي جوه المحرك تلقى محبوسة جوه طيب السخنية بتاعت المية زادت وصلت اتنين وتمانين خمسة وتمانين اللي بيحصل البالف ده يبدأ يتحرك ينزل لتحت لما ينزل لتحت ده هيقفل كده هيقفل بالشكل ده اللي يحصل ايه المية اللي نازلة من تحت تقفل حنشوف ده كما نحطه في المية السخنة ايه اللي حيحصل شايفين يا جماعة شايفين الجزء الاسود المطاط شايفين بعيد ازاي عن الجزء ده شايفين ده بيقى ماسك هنا وده طبعا شايفين مسافة دي قد ايه لما هتبدأ تنكمش هنشوفها دلوقتي توصل لايه طبعا كده دي واحد وتسعين شايفين كده البالف بعد التسخين شايفين نازل ازاي اهو شايفين مفتوح اهو اللي تحت قافل هنا بعد شوية حيبدأ دايبها دي يبدأ يطلع فوق هنلاقي دي طلعت فوق كده يعني هو بينزل ويطلع يقفل تحت ويفتح فوق وهي دي الفكرة كلها طبعا احنا بالوقت هنبدأ نغير الترمشتات مكان الترمشتات فين ده ريداتير اه دي الخرطوم الكبير اللي داخل يدخل ميا لريداتير تمام؟ سوى بقى في الجنب اليميني جنب الشمال في النص هنمشي معاه نمشي كده 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 دخل هنا يبقى دي هنا مكان الترمشتات طبعا انا حرفت العربية بتاعة ترمشتات اصلا ولا لا اشجاي انا باتي شغلت العربية معا الترمومتر بتاعي اشغله دي وقت عطاني كان هنا 26 طيب على جسم المحرك نفسه كان 34 بعد شوية هنلاقي هنا دي 834 30 بقى كم؟ اه 32 32 يعني السخونية اللي هنا قد اللي هنا طبعا سرق درجة او 2 مش مشكلة لا معنى كده العربية ما فيهاش اصلا ترمشتات الدورة كلها الدورة كلها بتاعة التدريج كلها مفتوحة على بعضيها التشخيل اللي هنا قد اللي هنا قد اللي هنا كله قد بعضه طيب اه كل الكعان بتاعة الترمشتات يقيمة مربوطة ب 2 مصمار او 4 بقى على حسب كل موديل هنبدأ نفاك المصامير كده شايفين المية بدأت تطلع كده هنفك بعدين نشوف ايه اللي موجود اه دي بعد ما فكنا طبعا ده جوان اه دي الجسم الداخلي اهو نمسع الاسلاك دي كده اهو شايفين اهو المنظر الداخلي ادي الجوان ادي الترمشتات بتاعي طبعا زي ما احنا شايفين لما بقى فيه نوتش كده من فوق او علامة زي دي كده زي سه هنلاقي هنا زيها يبقى نلتزم لوضع دي هنا وغالبا لما بيكون فيه حاجة زي اللي انا دي الحيطة دي لكتهاز دي دي بتقى دايما فوق بالزبط كده دي عشان طلوع الهوى من جوه البلوك لبرا البلوك البلوك المحرك نفسي يعني تسمح لو فيه فوقعات هاو ولا حاجة والبلف ده مقفول الهوى يطلع من الفتحة دي على الهوز او الخارتوم ده ليه ارادتيا هنشوف بقى مكان الحتة دي كده الترايكب ازاي هنا هنشوف الفرق بين الجوان الاصلي واللي هو متصنع بالبلد يعني جوان بلد صنع محلي طبعا مش بتكلم على الشكل هنا طبعا الخامة دي عبارة عن الامونيوم متغطي الطبقة من المطاط طبعا ده كرتون طبعا يعني ايه يستعمل مرة واحدة تحطه لو عايز تغير الترمستات دي تاني يبقى ده باص خلاص طبعا ده بيحتاج لسيليكون طبعا ده بتحط على طول مباشرة كده انا اللي يهمني هنا بقى مش الكلام ده اللي يهمني هنا الدقة بتاعة التصنيع طبعا شايفين هنا الجزء ده كله قطعة واحدة هنا شايفين فيه يعني اخدود في النص ليه ده بقى كده علشان دي لما تتحط كده شايفين بتدخل ازاي طبعا هنا مفيش الكلام لان كله قطعة واحدة بس ده حبيت بس ايه ملحوظة احب ايه تشوفوها عشان الجزء طبعا ده جزء مهم ولازم اجزاء كلها تكون اصلية كده شايفين او كده البلف او التهموسات هيكبف مكانها بالزبط زي ما احنا شايفين الجوان بتاعنا نحطه الجزء ده هيبقى فوق تراكب كده في مكانة شايفين الجزء اللي بيلمع طالع ده من الجنب طالع من الجنب اليمين ده حساس السخونة بتاعت المحارب هنحط بقى الجوان بتاعنا ونقفل ثالث احنا دلوقتي ربقاتنا المطابير على سكل ايه؟ يعني واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة كده واحدة كده طبعا مش بخوة جديدة جدا لأنه ده ألموني ممكن افتتت ثاني حاجة هنشغل التاكيف عشان نتأكد ان المروح شغالة هنفتح بعد كده الغطة ده بقى عشان نسحق الهوة ده كده طريقة التركيب ويبقى كده انت السيارة بتاعتك المحارج بتاعها بيشتغل في درجة حرام مثالية ولا بتقلي ولا بتزيد موضوع سهل مش معايز عدة او خبرة طويلة بس طبعا لازم تشوف تاني الفيديو الاول اللي هو بتاع تغيير الميا وازاي بنطلع الهواء او بنعمل تنسيم للهواء جوه دورة التبريد بس ادي الموضوع كل ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة